حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن كثير ابن مرة عن قيس الجوذمي رجل كانت له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد ست خصال عند اول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحوار العيني ويؤمن من الفزع الاكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الامان